بعد نحو ثلاثة أشهر من انقلاب عسكري أطاح بالرئيس الغني المنتخب الفاكوندي أعلنت الدول الخمسة عشر الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس فرض عقوبات على منفذ الانقلاب المجموعة وخلال اجتماع لها في أكرا دعت إلى إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر من أجل تشكيل حكومة مدنية في البلاد كما قررت تجميد الأصول المالية لأعضاء المجلس العسكرية وفرض حظر سطر عليهم بالنظر الآن إلى الوضع السياسي في غينيا فقد أصر رؤساء الدول على أن الفترة الانتقالية يجب أن تكون قصيرة جدا وأن لا تستمر أكثر من ستة أشهر في غضون ذلك يجب إجراء انتخابات وكان قادة عسكريون قد استولوا على السلطة واعتقلوا الرئيس الفا كوندي وفرضوا حظرا للتجول في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر وقاموا باستبدال حكام المناطق بعسكريين ورغم ثراء غينيا بالموارد الطبيعية فقد تسببت سنوات من الاترابات وسوء الإدارة في جعل هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا واحدة من أفقر دول العالم باقتصاد منهك وبنية تحتية متهالكة